تعالوا نشوف كده المقارنة بين الانفاق الفعلي والانفاق المعلن نسبة لإجمال الناتج المحلي زي ما بيقول موقع مدى مصر أيضا انفاق الفعلي على التعليم مقارنة بالانفاق المعلن من الناتج المحلي المصدر الموازنة العامة وبيانات وزارة التخطيط اللي باللون الغامئ ده هو الانفاق الفعلي ده اللي حاصل فعلا والبلون الأورنج ده الانفاق المعلن للناتج المحلي نشوف كده 2017-2018 الانفاق المعلن الحكومة كانت بتقول ان احنا بننفق حوالي 4.1% من اجمال الناتج المحلي لكن المعلن او الفعلي كان 2.5% طبعا الدستور بيقول ان هو المفوض ما يقلش عن 4% وبالتالي الحكومة دايما بتقول ان احنا محققين التارجة بتاعة الدستور لكن الكلام ده مش حقيقي المادة 19 من الدستور بتقول الحد الادنى لموازنة التعليم 4% من اجمال الناتج المحلي 2018-2019 كان المعلن الحكومة بتقوله 4.2% لكن الفعلي قل عن السنة اللي قبلها بقى 2.2% وصلنا للـ 2019-2020 كان 4% ده للحكومة بتقوله والفعلي كان 2.1% 2021-2022 الحكومة قالت ان المعلن 3.9% والفعلي كان 2.7% العام الحالي الموازنة الحالية للعالفية بتموت الحكومة بتقول ان احنا بننفق 4% من اجمال الناتج المحلي والواقع هو 1.6% يبقى دي المقارنة ما بين الارقام اللي الحكومة بتقولها في الانفاق على التعليم وما بين الانفاق الفعلي اللي الحكومة بتنفقه على التعليم لكن الماستر سيم بتاع قصة التعليم هو تصريح عبد الفتاح السيسي قبل كده عن انه يعمل ايه التعليم في وطن ضايا؟ نتابع ساخو الشخصية اللي تحمي بلادهم من يبقى فيها قتل وتدمير وتخريب بالحجم اللي احنا بنشوفه ده لا ما قدروش يبقى فشل التعليم التعليم هو ان انا بطلع انسان